اشتركوا في القناة راح يكون مؤتمر ابل راح متكلم اكثر الان في ذا الفيديو عن شنه راح يكون في مؤتمر ابل وشي الاشياء اللي راح تنزل في مؤتمر ابل لكن كبداية اذا تحب الغناة وتحب ان نكمل فارجو انك تشترك في الغناة وتنشر المقطع لانه في الاحصائيات لحق الغناة نفسها في اكثر من الستين وسبعين ومشاهدات الغناة والاشخاص مش مشتركين فالمهم خلونا نبدأ الاشياء اللي نعرفة على المؤتمر القادم الاشياء اللي متوقعين وخلاص راح تنزل مؤتمر قادم من حق هذا الشيء راح يكون اول حاجة الايباد برو القادم ايباد برو ايباد برو 12.9 وال11 بعد اشخاص يقول لك الميز القوي اللي راح تكون الميني لد راح تكون بس لعلى 12.9 ال11 راح تكون LCD هذا شي ما حبيته من ابل اذا كان صحيح راح يكون هذا الشيء وهذا الاخبار صحيح راح يكون كذا ما حبيته من ابل وقبل مرلح اكثر حاجة فرقوا رجاءا فرقوا بين دقة الشاشة وبين تقنيات الشاشة ترى اشخاص كثار الى الان يسألوني اشخاص كثار انا عارف اصلا ان ما يحبون ال LCD لان يحاسبون ان ال OLED اوضح و ال Resolution اعلى لا ما لا شغل ال Resolution في تقنية الشاشة ال OLED بس ان الاضاءات السواد يكون ال dark اعلى او اللون الابيض يكون سطوع اعلى هذه الاشياء بس وضوح الشاشة ما لا شغل في تقنية الشاشة يعني ال mini OLED لو تنزل الى الحين عادي ال Resolution يكون اردة من ال LCD تقدر قبل تسويها عادي LCD كم؟ و LCD فيه 4K LCD فيه 5K انا الشاشة اللي عندي هذي 5K LCD ما لا شغل و اقل من ال 4K فما لا شغل تقنية الشاشة بوضوح الشاشة لازم نفرق فلا تسمع الناس يقول ان OLED فيها سلبيات و فيها إيجابيات الم mini OLED اللي راح تنزل الان والMicro OLED برضو ينزلون تقنيات كثيرة و اتكلمت عنها من السنوات اللي راحت انا كنت متوقع انه من السنوات اللي راح تنزل هذي الشي فبالسنة هذي راح تنزلها ما الفرق؟ الم mini OLED راح تنزلت الان انه تكون LCD وما اخذ ميزات ال OLED ما اخذ ميزات ان اللون الاسود يكون اسود واللون الابيض يكون سوطو اعلى والبرايتنسة هتكون فيها افضل انه الCD معروف انه برايتنسة افضل من ال OLED ففي اشياء كثيرة وما في احتراق شاشة لان ال OLED فيها سلبيات في احتراق الشاشة فهذا الاشياء اللي منزل من يلده الان انه تقنسل بعض سلبيات ال OLED هذا التغنية فرزلوشن الشاشة ما لا شغل وضوح الشاشة او الله يعني تمسك الشاشة وضوح الشاشة ما لا شغل في تغنية الشاشة هذا خلصنا من الايباد القادم الشي التغنية اللي راح تكون فيه ما بقى اشياء اليوم راح نعرف في القلم برضو خبار تقولك ان الابر راح تنزل القلم الجاي الابل بنسل 3 راح نشوف هل راح يشتغل على الايبادات القديمة ثانيا راح نشوف اه بالنسبة لي حبيت الابل بنسل 2 اكثر بكثير من الابل بنسل 1 لحق الابرات القديمة بسبب اول حاجة انه في لمس هنا او تكتبت للمس مرتين كده اختصارات ونتكتب هذا هو الحاجة ثاني حاجة الملمس حقه طبعا انا صح حاطيث الغلاف هذا غلاف عادي لكن حتى لو ما بتشيل الغلاف الملمس حقه افضل بكثير من الابل بنسل 1 لماع هذا طافي اللون فاخبار تقولك الابل بنسل 3 راح يكون لماع يرجع فهذا شي سلبي بالنسبة لي فوقع انه راح اشتغل الغلاف على طول كده لانه في الكتابة الكثيرة والتعريق مبحل و نرى الكيبورد يقولون ان يقدرون الكيبورد جريد أنه نضいつي أنه اختصارات في الكيبورد وأقدر اقلبه بتصلها هذه الشيئين الغلاف انا thực ما ترسلوه شئ جريد ان شاء الله لكن ما وأو يبدأ اهدا couple طيب نتوقع ا في أشياء ثانية في أشياء ثانية وأتوقع برضو يعني أخبار قوية وأنا بالنسبة لي توقعنا رح تنزل الأيماكات الجديدة الشاشة الكبيرة الشاشة نفس هذه تكون كمبيوتر جاهز من أبل خلاص تشتري الشاشة اسمها ايماك تحطها عندك كيبورد وماوس وخلاص طبعا الكهر شبكه الكهر شاشة كاملة لأن البوست لحق أبل لحق الإعلان المؤتمر حقها الألوان هذه توقعنا نفسه نفس الأيماك إذا أبل بترجع الألوان لأن الأيماك من زمان كان في ألوان والأخبار أصلا تقول لك في التسريبات أنه رح يكون الأيماك بألوان مع معالج أبل القادم هالأمون أتبنى ما يكون أمون أتبنى يكون في معالج جديد أمون إكس المكبوكات بعض الشخص يقول لك يبون مكبوك كبرو 13 أو 14 أو 16 ما في أخبار يقولون أنك رح تنزل الآن لكن ننتظر أنه سن راحة أبل حدثت المكبوك كبرو 13 إنش والمكبوك إير في الشهر خمسة الشهر القادم على نهاية رمضان الآن نخش على سن كامل من التحديث لحق المكبوك برو 13 إنش ومكبوك إير 13 إنش لكن على إنتل سن الراحت مش آخر تحديث اللي نزل أوكي؟ فيمكن يمكن أن أبل عندها أقول لك شهر خمسة وعندها شهر سبعة هذه الأوقات اللي تحدد فيها المكبوكات أو اللبتوبات وكيميترات مش بس اللبتوبات نشوف هل راح يكون فيه مؤتمر لكن مافي أخبار يقول لك في شي عند مؤتمر برضي لإيربود في أخبار الإيربود ستري راح تنزل أتمنى الشكل الحجري راح يكون لنفس الشكل let's سهل برو لكن بدون الجلد فعلى الأشخاخ اللي ما يحبوا من الجلد راح تكون لهم تازل الإيربود ستري ونتمنى برضى قبل تنزل الايباد مني بعضه الأشخاص يقول لك متى ايباد magnet6 نتمنى تنزلها ولى الايباد الرخيص تم نرضى الايباد الرخيص ولا أبل تيفي من زمان عن أبل تيفي يعني لو تنزل أبل مع الأي فورتين أو أيتولف زي لأنا متوقع رح تحط فيها أي فورتين اكس ولش ما تحط بها يعني أي فورتين اكس ليش مصنوع بس لحق الأيباد يعني أي فورتين اكس الأي تولف والأي ثيرتين مثلا معالجات الأيفون تنزل على الأيباد رخيص أبل شو تستخدم هناك طيب الأيباد برول جاي ليش ما تستخدم في معالجة مع الأبل تيفي القادم يعني الأي فورتين اللي نزل على الأيفون 12 أبل ما نتعان مع الأيباد اير فور قبل ما ينزل على الأيفون يعني فاستخدمت معالجة الأيفون في الأيباد اير واستخدمت معالجات الأيفون اللي راحت مع الأيبارات الرخيصة فالأيباد برو معالجة ليش ما تستخدم مع الأبل تيفي خصوصا الأي فورتين اكس القادم ليش ما تستخدم وفيه برضو أشياء عادية لحق الألوان الجديدة اللي رح تنزل يعني مع كفرات الايفون حق الصيف اللي الجاي او الخريف بس طريبا هذكل شي ونتمنى برضه أبلو تنزل ميج سيف باتري هل رح يكون الباك او كفر ما ندري الان فتمنى ينزلون الكفر كامل مش بس الباتري باك ذي اللي يتكلم معنا نتمنى يكون كفر كامل ونشوف بس هذي كل الأخبار المتوقعة عن المؤتمر أبل القادم ان شاء الله تصدق تلك الأشياء او أربعة أشياء عبارات برو اي ماك ماجيك كيبورد قلم أبل القادم ايربوتس ما اللي باقي؟ ما بقل المايو والايرتاكز برضو اذا بنزلنا ايرتاك برضو بس هذي كل شي المؤتمر القادم رح يكون الساعة ثمان بتوقيت سعودية اليوم مش هتكون في اليوم الثلاثاء الساعة ثمان بتوقيت سعودية تقدر تشوفها في اليوتيوب اكتب ابل هناك ايفنت رح يطلع لك حساب ابل في اليوتيوب تبث ابل هناك او في موقعها رح تشوف البث للأسف انا ما رح اقدر ابث المؤتمر ولا رح اقدر اشوف المؤتمر اصلا لان الساعة ثمان توقيت السعودية في وقت مؤتمر ابل عندنا الساعة 11 هنا صباح عندي شيين انا لازم اكسب نفسي سويهم غير مؤتمر ابل فمؤتمر ابل كنسلته ساعة ثمان الصباح عندي شي رح يسوي عندي شي يبدأ من الساعة 11 الصباح اللي هو عندكم سعودية ساعة ثمان وينتهي 58 مؤتمر ابل رح يكون ساعتين من الساعة ثمان الين الساعة 10 هل رح اتخذ ابل كامل ما ادري نشوف فانا للأسف ما رح اقدر ابث لك المؤتمر لكن رح يكون بعدها بيوم ما رح يكون نفس اليوم بعدها بيوم فيديو كامل مختصر حق ابل شلي بتسوي وشلي بتنزل يعني بس نرجع اقول لكم مرة ثانية تحذير اي شخص يبي يشتري جهاز ابل وخصصا ليباراته برو يعني رح يكون طلب عليهم عالي ورح نشوف المؤتمر المنتر رح يكون الطلب المسبق بليز تشتريهم من اول ما يفتح الطلب المسبق رجاءا ليش اقولك رح تتوهق بسبب اللي حاصل في العالم كله يعني الان اشخاص اللي يحبون كيمترات يعرفون ان اصلا كروت الشاشات الحق البي سي شبه ما فيه كامل يعني توقع السوق ما تقدر تحصل الشاشات المعالجات برضو ما تقدر تحصلهم بسبب ان السبلايرز نفسه فيه الشح في الانتاج فابل ما اعلنت عند الشي لكن مصنعت المعالجات الحق قبل تي اس ام سي قالت ان دخلنا في الموجه هذي ان ما نقدر نصنع كثير معالجات وراح تتم هذي الموجه هي الشح في صناعة المعالجات بسبب السبلايرز او الموردين برضو ما قدرون يعطون القطع المناسب لحق دي الشي رح تاخد دي تقريبا سنة كاملة يليين عشرين اتنين وعشرين سنة القادمة فيمكن حتى الايفون القادم رح يكون فيه شح في الانتاج فمش بس امر يعني الشركات القوية كلها الشركات اللي تنتج الشركات ما اجيب لك شركات ثانية اللي تبيع مثلا مليون بس في الشهر ومستانسة لكلمك عن شركة بتبيع في اليوم او اليومين مليون اوكي في الساعة في الساعتين مليون هذي رح تتواهق ومنها ابل ومنها كرة الشاشات من الشركات الثانية الفيديو وغيرها ومنها السي بيوز ومعالجات برضو حق البي سي بس فتابي جهاز الايباد تابي جهاز الايماك تابي اي جهاز السن هادي وسنة الغادمة اشترى من اول ما ينزل لا تتواهق بعدين لان انا عارف رح ينفتح باب جديد الجهاز نزل لكن ما اقدر اشتريه هذي المشكلة بس ففي هذا الفيديو لا تنسونا اشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سناب شات شارك في عضواتكم وعمل ليك المكتر ونشر المكتر ولا تنسونا اخذ لدعاكم والسلام عليكم